اللي نكلم حضراتكم وبما نحن تكلمنا عن الفانيلا قبل ما أرجع بس أو أبتدي مع حضراتكم أخبارنا النهاردة في حاجات كتيرة جدا برى المقدمات اللي كلمت حضراتكم عليها واللي تتوقع أي فريق يعني أي فريق عانى من الظروف اللي عانى منها النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي نفسها ما كانتش تقدر تلوم على النادي الأهلي لو خرج من البطولة دي بدري بدري يعني لو كنا تغلبنا لقادر لوم المنتراي ولعبنا على الخامس والسادس ما حدش من جماهير النادي هتزعل قوي يعني هتزعل أنك ما حققتش حاجة آه بس ما تقدرش تلوم على الفريق ولا على الجهاز الفني ولا على الإدارة في ظل الظروف الصعبة دي خدوا بالحضراتكم أنه قبل البطولة دي كل فرق تقريبا بدون استثناء بالميراس والميراس وهو بطل أمريكا الجنوبية وبطل من؟ برازيل حد يقدر يكام على كرة برازيلية أو على بطل برازيل أو على بطل كوبا ليبرتادورس سبع صفقات سبع صفقات قبل بطولة كاس عامل عندها الهلال السعودي الهلال السعودي ست صفقات تقريبا برضو قبل بطولة كاس عامل عندها بينهم لعيبة جاية من بورتو ولعيبة جاية مش عارف من الدورة الإنجليزية وأرقام يعني فيه أرقام خرافية خرافية اتدفعت ملايين الدولارات ترامت تقدر صفقات الهلال تقريبا يعني بحدود 20 مليون دولار قبل البطولة لقال لي ما يعملش صفقة واحدة رغم أنه فيه غيابات بالجملة وغيابات لنجوم كبيرة جدا ومؤسرة جدا حد يقدر يتكلم على قيمة الشناوي أو بدر بنون أو بيرسيتاو أو أيمن أشرف أو أكرم توفيق يعني نتكلم على لعيبة كانت لها دور مهم جدا وكان الناس شايفة أنه لعيبة دي لا يمكن الاستغناء عنها في بطولة بحجم بطولة كاس عامل أنداية إزاي عب كاس عامل أنداية من غير الشناوي يا جماعة إزاي ما فيش بدر بنون إزاي ما فيش بيرسيتاو إزاي ما فيش أكرم توفيق إزاي ما فيش ما فيش ما فيش قايمة طويلة جدا 14 لعيب تقريبا مش موجودين على سكواد الفريق إحنا بتدينا مطش ومونتري الدكة بتاعتنا مش كاملة ورغم ذلك هو ده اللي أنا بكلف فيه بقى إيمة التيشرت على النادي إيمة الفانيل إحساس لعيبتنا ونجمنا بالتيشرت اللي هم لابسينها واللي يتابع ردود أفعال السعودية على التتويجي النادي الأهلي والهجوم اللي تعرض ليه طبعا جارديني الموديل الفني للهلال قالوا له أنت بتاع بالأهلي المصري حتى في أصعب الظروف وحتى في ظل الغيابات الأهلي قادر والحقيقة أمتعنا بعرض كمان وده الجميل في الموضوع أن الأهلي تحسوا رجع تاني يوقف على رجله يعني المباراة اللي احنا لعبناها وبصرف النظر عن فيه طردين بالتأكيد أثروا على قدرات الهلال اللي بالمناسبة نكني ليه كل الاحترام والتقدير فريق زعيم الكرة السعودية وفريق كبير جدا ما حدش يقدر يقلل من قيمته ولا من قدراته لكن حتى قبل الطرد الأهلي الحقيقة بدأ المباراة بشكل ولا أروع وده طمني كمان على اللي جاية لأنه اللي جاية صعبة قوي احنا رجعين يعني مخلصين كاس عالم ومن قبله كاس أفريقيا بطولة أمم أفريقيا ومن قبله بطولة كاس العرب اللعيبة الحقيقة دخل على معجنة بمنتهى الصراحة يعني أنت يوم الهلال الجمعة اللي جاية هتعب الهلال في السودان ترجع بقى تمشي ايه كل ماتش اسبوعين ماتش في الدوري وماتش في شامبيونز ليج ماتش في الدوري وماتش في شامبيونز ليج فالموسم الحقيقة صعب جدا وده يخلينا كمان نتكلم طبعا متطمينين وان شاء الله قلت مواجهة الهلال صعبة على ملعبه لكن ان شاء الله بإذن الله قادرين نتخطى الهلال ونحط في الحصالة أول ثلاث نقاط في مشوار بطولة أفريقيا ومناسبة البطولة طبعا من نشوف لقطات ياسر ياسر مبارح أنا زي ما اتكلمت على ياسر ياسر مبارح هدفين فتحه وسهله الطريق والسكة وتسبب في طرد طبعا ما فيمتش اللعبة يعني ايه كان ايه داعي للعنف الشديد جدا من من لعب الهلال السعودي حتى ما فيش كورة بينهم ومن بعض مشتركة تستدعي الحالة العنف ده وعلى كل أحوال هو كلف فرقته وقضى على أمال فرقته هدف عبدالقادر أنا بقول عبدالقادر اللي جاي يعني عبدال وأنا قلت عبدالقادر لو كان موجود مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية كان فرق كتير جدا مع فرقتنا الولد عنده كورة يعني أنا أسف مش موجودة عند حد المستوى اللي بيقدمه عبدالقادر والإمكانيات والثقة خدوا بالحضراتكم في كتير من اللعيبة اللي ممكن تكون إمكانياتها عالية لكن ما عندهاش الثقة وما عندهاش شخصية البطل وما عندهاش فكرة إنها ما تخافش من أي لعيب وقف قدامها أو أي منتخب هي بتلعبه عبدالقادر كده وعبدالقادر لازم يكون موجود أعتقد مستر كيروش دي حاجة ما تستدعيش عند بأي شكل من الأشكال عبدالقادر لازم يكون موجود في تشكيلة مصر في مواجهة السنغال وشايف إنه عبدالقادر لو استرعى نفسه يقدر يوصل في حتة إحلام زي ما أنت عايز يابني بس الأحلام لوحدها زي ما بقول دايماً مش كفاية بس أنت ممكن تروح لحتة ما فيش حد تاني يوصلها إمكانياتك بتقول كده علولو ياسر هاني حمدي حمدي أنت إيه يا حمدي يعني أنا حمدي بصراحة خلصت فيه كل الكلام والولد الحقيقة كمان يعني كل شوية ربنا يمتحنه ويختبره كده باختبار صعب ويجي له إصابة فنقول لا ده يعني هياخد وقت عبال ما يرجع لكن يرجع وأحسن من الأول ما شاء الله يعني كان أكتر من رائع